يطرق ايها الفيتامينات اللي انا بتستمر عليها طول السنة ويكون معاها فيتامينات اساسية على مدار السنة فترات التنشيف او فترات التحميل والنهاردة هنجاوب على السؤال ده واشهر سؤال بيجيلي يلا بقى نبدأ اهلا بيجوب حالقة جديدة مع رو كابتن اوكا والنهاردة معانا اجابة او رد على سؤال جديد وهي ايه اكتر فيتامينات باعتمد عليها على مدار السنة هنتيني نتكلم عليها دلوقتي الفيتامينات الاساسية والفيتامينات اللي بديدخلها في مراحل معينة بس قبل ما ندخل في التفاصيل Stewart فكرة عندنا تجعل حلقة على الان شونب يساعدني كثيرا عن شارع الفيديوهات الفيتامينات اللي انا ببطر اخدها على مدار السنة عندي فيتامينات اساسية ولفيتامينات عمد دخلها في مراحل معينة مشون ما حدش تخض ويقول لي كل دي ح ninete job بتاخدها لا انا فيه حارة اساسية وحي있 حارات متغيرة أول عنصر أساسي باخده وهو ملطي فيتامين متكامل وعندي الثلاث حالات دايما باختار ما بينهم باختار من الأولوية من أول حاجة وهو السنترم بريب السنترم أدلت 30 أرس ده بيكفيني مرة في الشهر طبعا باخد أرس واحد في اليوم فالعلبة بكفيني هي علبة بكفيني في الشهر الاختيار الثاني اللي هو الاختيار ده غير متاح وبيبقى الفيتاماتس بلس والعلبة بيقى فيها عبارة عن 20 أرس باخد أرس واحد في اليوم فبجيب 3 علبة بيقعدوا معايا شهرين باخد علبة ونص في الشهر الاختيار الثالث وهو الكيروفيت وبيبتد العلبة بيقى فيها 15 أرس برضو باخد أرس واحد في اليوم فباخد في الشهر علبتين طبعا أنا قلت حسب الأولوية ما باخدش الثلاثة يا سنترم يا فيتامارس بلس يا إما الكيروفيت بداخل معها حالة تانية وهي الأوميرس ري بلس وما بدخلش بديل خالص في كذا بديل في السوق بس ده أفضل حاجة أنا استعملتها وكانت مفيدة جدا ليا أو بالنتيرة بتاعتها حلوة وما بحسش بحمودة في السدري أو أن أنا بحس بزيت سمت في طعم بققي لأن فيه أنواع تانية لما خدتها حاسيت أن أنا في حمودة أو ميت نار أيدا في سدري لأن أنا عاوز أرجع على طول وأكنني للسواتل سمت مألي مش فاهم إيه الطعم ده وحش جدا من أفضل الأنواع اللي أنا باخدها وهو الأوميجا سري بلس العلبة بيقى فيها ثلاثين قرص فباخد في الشهر علبتين لأن أنا باخد قرص صباحا وقرص مساء أنا ممكن أخد ثلاث قرص بس أنا برتفع بقرصين سيفتي قوي والجرعة عادية من نسبة لك كويسة جدا يبقى معي أول نوعين أساسيين مكمل غذائي كامل والأوميجا سري النوع الثالث مش أساسي طول السنة بدخل حاجة سماها الميلجا أدفانس دي فيتامينات بي 12 بتبقى العلبة فيها ثلاثين قرص باخد قرصين في اليوم ووحدة الصبح ووحدة بالليل فبختار في الشهر علبتين بس دي ما بتبقاش دايما معايا طول السنة أنا بفضل خدها طول السنة مع عدم مراحل معينة بشيلها ودخل مكانها نوع تاني هقوله كمان شوية عشان ما نطولش يبقى معناتها أول ثلاث أنواع يعتبروا دائمين ولما بشيل الميلجا بدخل مكانها نوع تاني وهقوله دلوقتي يبقى كده أنا خلصت أول حاجات أساسية ما يفعش أستغنى عنها حاجات بقى التانية هي الفترات بتاع الضعف المناعة أو الفترات الشتاء والأصابة بالبردة والحيارات دي كلها بابتدى هتم باتنين فيتامينات أساسية أول فيتامين الأكتوزينك وهو بيبقى عبارة عن زنك 25 ميلي جرام في اليوم فببتدى أخده وأنا عندي المالت فيتامين بيبقى فيه حدود 24-25 ميلي جرام برضو يبقى أنا تقع بدخل الـ 50 ميلي جرام الجرعة الموسي بيها في اليوم فأنا كده الجرعة بتاعها في عشرة العشرة ما زودش حرة تاني بابتدى دخل معايا فيتامين سي عن طريق حاجة اسمها الفيتا سيد سي وده بيبقى واحد جرام وده أنا بغضلية أنا كويس جدا بس خلي بالك لو حد عنده ضغط عالي عشان الف جرام بيعالي الضغط قوي فما ينفعش لأي حد عنده ضغط عالي ياخد فيتا سيد سي ممكن ياخد أنواع تانية فيه برضو أنواع كتير بيبقى فيها فيتامين سي 250 ميلي جرام ده حلوة قوي لكن الواحد جرام دي كتير مش أي حد ياخدها أنا ساعد بستعملها كابريوركاوت إن أنا قبل التمرين لو أنا مخدتش كوباية القهوة بتاعتي قبل التمرين بنص ساعة بأم أخير لأرس فور ده وتلوها البتا سيد سي بحطه في نصف كوباية مية واشربه قبل التمرين بنص ساعة بيعلم ضغط وبيديه نفس النتيرة بتاعة كوباية القهوة وأنا شخص طبيعي ما عنديش مشاكل في ضغط الدم إن عندي ضغط الدم عالي كده هيقلب معايا بحارة مشكلة كبيرة لو أنا عندي ضغط الدم عالي يبتد أنا بدخل النوعين دول في فترات الشتاء أو فترات إن أنا حاسس إن أنا عندي ضعف في المناعة ببتدأ قوي وعزز المناعة بتاعتي فطبعا بيخدهم من ثلاث شهور لأربع أو خمس شهور في السنة كحد أقصى خلصتهم شلتهم بيتش أخدهم تاني بليسة معايا الثلاث أنواع الأساسية دخلت فترة زي الفترة بتاعة التحميل فبتدأ هتمي بحاجات للمفاصل فبتدأ دخل حاجة اسمها الجينوفيل وده حاجة للمفاصل كويسة جداً وبيحافظ على سنة الغضاريف والمفاصل العلبة بيبقى فيها عبارة عن خمسين أرص ببتدأ دخل أرصين في اليوم الجرعة ممكن توصل لأربعة بس كتير جداً أنا باسترفع بأرصين في اليوم أرص صباحاً وأرص مساءاً الجينوفيل ممتاز بيبقى جواة حاجة اسمها كلوكروزامين وجواة حاجة اسمها الام اس ام دول أفضل مادتين خاصين بصحة المفاصل وغضاريف وبتدخل معاها حاجة تانية اسمها الاستيوكير الاستيوكير ده عبارة عن كالسيوم فيتامين دال ماغنيسيوم وزنك بس طبعاً ينصر ضعيفة يعني ريت بوصل الزنك تقريباً في بعدود خمسة ميلي جرام أو عشرة ميلي جرام فمش كتير يعني أنا لو حصل لي مشاكل في التحميل وحبيت أدخله مع النوعين اللي قابلي كده اللي هو الفيتاسيت سي والأرتوزنك كده نسبة الزنكي مش هتعد كتير لإني تقريباً نسبة الزنكي أنا ما تعديش العشرة ميلي جرام في الأرس وأنا بديب الاستيوكير ده الاستيوكير ده بيبقى 30 أرس بأخد أرس واحد في اليوم والنسبة دي كويسة جداً من نسبة لي وعخلي بقى عشان فيه فيتامين دال والكالسيا ما يفعش أستمر عليهم فترات طويلة أنا بأخده مع الجينوفيل فترات التحميل عشان المفاصل فبأتي ده أخده فترات التحميل تبقى شهرين ثلاثة أربعة خمسة كحد أقصى ولازم أريح أقل حاجة أقل حاجة بريح من الاستيوكير والسيب الجينوفيل الماشي لو أنا محتاجه لكن ما ينفعش إن أنا أستمر عليهم لفترات طويلة طيب أنا فترة بقى التحميل كده في حاجة تانية بعملها ببتدى شيل الملجة القراص اللي أنا بأخدها ده تاني أنا بأخد قرص صباحاً ومساءاً وبدخل بدلها إنجيكشن أو حقاً عبارة عن علبة فيها حقنتين جاهزين اسمها بيتول فيكس بيتباع منها موكة جيب اتنين أمبول لواحدهم وأنا أصحابهم وأبتدأ أخدهم أنا بالصراحة بقى أمجاة بحاجة اسمها علبة جاهزة بقى أبتبقى عبارة عن الحقن جاهزة بركب السن وأمواخد عالتون بكتفي إن أنا بأخد حقنة واحدة في الأسبوع كثيرة بضعفين أو ثلاث أضعاف اللي أنا بستفيده من القراص بتاعة الملجة بس عشان مش هينفع عطول السنة ما اعتمد على الحقن بدخلها بس فترات التحميل أو فترات اللي أنا بحمل فيها المفاصل والعظم بتاعي عشان الإصابات والحرارات دي كلها فيبقى أنا كده فترات التحميل بدخل أول حقتين اللي هو الفيتاميرس بلاس والياكرون مثلا أو أي ملت فيتامي اللي أنا قلته والأوميجس ري وبشيل الملجة برميع بدخل ما كان الإنجيكشن أو الحقن باخد حقنة واحدة في الأسبوع وبتدخل معاها الجينوفيل ودخل معاها الاستيوتير بنفس الجرع اللي أنا قلتها وخلي بالك من الجرعات اللي أنا بقولها دي مناسبة ليا أنا ممكن ما تكونش مناسبة لك أو لأي حد تاني دي أكتر جرع أنا خدتها وتعني الجرع سيفتي معايا وبستمر عليها فترات طويلة بالجرع دي ممكن تكون بقى لي كذا سنة معتمد على الفيتامينات دي والحمد لله كلها إيجابية ما فيش سلبية علي خلي بالها لعشان الجرعات بتختلف من شخص التاني ومن أحمالك ومن أوزانك ومن أسلوب تمرينك نوصل لآخر حاجة بقى لما بوصل لفترات التحميل هعمل إيه في القراص دي كلها هبلبع للقراص دي ولا بعمل إيه ساعتها برج على حاجة مهمة جدا لازم أستخدمها وهي العلبة السحرية دي العلبة دي عندي بتبعف منها كتير مستورد ومصري أي حاجة ما بتفرقش معايا بقوم جايب العلبة دي عندي كل يوم متقسم للثلاثة رو أو ثلاث صفوف وفي علا بيبقى أربعة دي أربعة أنا عندي ثلاث صفوف الأساسية صباحا وضهرا ومساءا يعني أنا لو بأخد حاجة أرسين بحط أرس منها فوق وأرس منها تحت لو بأخد حاجة أرس واحد في اليوم بحطها في النص عشانا نبتدي ما تلغبطش واخد جرعة مكسفة أو جرعة عالية فأنا كده ممكن أضر نفسي لأن فيه فترات زي فترات الشتة بأخد الحد الأقصى للزنك اللي هو الخمسين ميلي جرام وممكن أوصل لستين لو أنا بدخل معايا اللي هو لأنه بقولك فيه عشرة ميلي جرام زنك فبيبقى ستين فدي برعة عالية ما يفعش أخد أكتر من كده فما يفعش أن أنا أم أخد لأرسين مثلا زنك وأخش نفسي في خمسة سبعين تمانين كده أنصفتي لأن أنا بقولك بقعد عليها ثلاث شهور أو أربعة شهور فدي مصيبة عشانا دايما بحاول أقسمها معايا السبت حد كنين تلات شغال معايا الحد الجمعة شغال معايا كل الايام ودايما ببتدي يقسمها طبعا دي عشان جاية من بره فالسبت بدأ من هنا ممكن أنت تلغي أكنك مش شايف الأيام خالص وتلغي سبت حد اتنين كنو بيبدأ بالسبت من هنا حد اتنين تلات ووصل لحد الجمعة ودي تلات صفوف وممكن الصف الرابع خليه سبير أو احتياطي أو بستعملوا لو في حاجة أخده أكتر من كده أو لو في روه مسلا باز ببتدي مثلا من الفتحات دي بواسط من كتر الفتح والقفل ببتدي استعملوا رتين عندي واحد اتنين شغالة عشرة عشرة ببتدي بقى وصل لها حلقة النهاردة والحلقة دي كانت رد على سؤال أنا مش بقول لكل واحد بيتمرن ياخد كمية الفيتامينات اللي أنا باخدها دي كلها دي الفيتامينات اللي أنا باخدها اللي بتغطي احتياجاته بتغطي الفترة التدريبية أو الشدة التدريبية اللي أنا بستعملها والسن أو العمر بتاعي لازم تبتدي تشوف الفيتاميس والأوميجا 3 أو الفيتاميس بس ما تحتاجش كل اللي أنا باخده ده لكن كل ما العمر بيزيد وشدة التدريبية بتزيد بتحتاج تحتاج الفيتامينات يريدنا نكون نسلنا لأخر الحلقة وكون استفدت منها على قد مقدر وما تكونش مملة لو عندما تبدأت الحلقة كنتي مش هستطيع أن تعمل الحلقة لايك كان معكم كابتن أوركا